أحداثه النهاردة الحلقة بها مفاجآت كبيرة طبعا نعرف ان كل المشاهدين اللي امتابعين برنامجنا منتظرين المفاجآت اللي هنقولها من خلال حلقاتنا عن مصر المقصة وأهمية شركة مصر المقصة في سوق المال في مصر طبعا شركة مصر المقصة هي شركة زو طابع خاص لها أهمية قوية جدا بالنسبة لإدارة شركات سوق المال في مصر ولها أيضا علاقة بإدارة البرصة المصرية شركة مصر المقصة هي تعتبر بمثابت أو حاجة تانية كده زي البنك المركزي خاص مثلا بالعمليات مصر المقصة خاصة بالأسهم والسندات وطبعا تضم شركات كثيرة قوي من شركات السمسرة وشركات سوق المال والمسؤولة عن سوق المال في مصر هنعرف كل دوت وهنعرف أحداث الانتخابات اللحظة بلحظة النهاردة معانا في الستيديو أحد مرشحين على منصب رئيس إدارة شركة مصر المقصة الدكتور أشرف الضبع في البداية بنرحب به أهلا بك دكتور أشرف دكتور أشرف طبعا كان في الفيصل مبارح بالأمس كان المفروض أن فيه قضايا أو التماس أنت رفع ضد مرشح الآخر استاذ محمد عبد السلام لاستبعاده عن الانتخابات علمنا أنك تنازلت عن هذا الالتماس ليه قدمت التماس لاستبعاده وليه تنزلت في آخر لحظة لرجوعه تاني لخوض الانتخابات على منصب رئيس مصر المقصة البداية الأول أنا بشكر القناة وبشكر حضرتك على الدعوة كريمة وكل سنة وأنت طيبين وأنت طيبين بس أنا أوضح حاجة أن في حضرتك قلت على مصر المقصة تدير شركات الأموال لا شركة مصر المقصة شركة مساهمة مصرية خادعة للقابة الهيئة العامة لسوق المال وتغضل قانون 95 لسنة 92 الخاص بسوق رأس المال وقانون 93 لسنة 2000 الصادر بشأن الإداع والقييد المركزي الأوراق المالية والشركة نشاطها الإداع والقييد المركزي والتسوية الإداع يعني هو اللي فيه شبهها كده والنشاط تقريبا فيه شبهها زي ما أنت قلت مع الفارق أننا نتعامل في سوق الأوراق المالية أقول الشكل العام وأنت بتوضح بكتورة عشان أنت متخصص في الموضوع وتسبق أننا نكلمنا على مصر المقصة يعني مش محتاج أن نحن نزيد ونعيد فيه تاني فيما يتعلق بالقضايا أنا بس كل عشان ما يحصلش بلبلة للمشاهدين والناس اللي بيتبعنا المتخصصين أولا أنا مش بستبعد حدي والحاجة أنا مترشح ودبعا حق في الترشح وكل اللي بينزور القضاء لحد الوقتي ده شق العاجل فقط من الدعوة المرفوضة المرفوعة بشأن من الطعن بشأن الغاء قرار قبول الأوراق باعتبار غير مستوف الشروط وده بلست يعني مش موضوع نزاع ولا خلاف شخصي ولا أي حاجة خالص ده مجرد دعوة قضائية عادية زي أي مرشح في أي انتخابات وبتحصل في الرئاسة وبتحصل في مجلس الشعب وبتحصل في الشركات وبتحصل في كل الجهات اللي الوظائف فيها دي وظيفة زي بتكون بالانتخاب تعيين بالانتخاب وتبقى للقانون والتسلسل الطبيعي لتطبيق القواعد القانونية بيكون المرشح يعني بيكون إذا فضل المرشح وحيد أو فضل المرشح فإما بيكون ليه نظام خاص زي مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية بيدخل بخمسة في المية يعني يبقى ينتخب بخمسة في المية أو أنه بيكون قائمة مرشحين وبالتالي بيكون لو ودي أن يحصل أحد الاثنين أحد المرشحين إذا كانوا قائمة يصفوا الأخر اتنين وأخر اتنين أحدهم يحصل على خمسين في المية زائد واحد دي الحالة بتاعتنا والحالة اللي سكت عنا المشرع في دعوة القدر المركزية نرجع بقى الأصل السؤال ما هو السؤال منها ده مقدمة للسؤال ورشح وحيد عشان نتنقل المرحلة التانية إن أنا ما بدون إن أنا أكون رئيس شركة مصر من خاصة وأخد فرصتي في الإدارة وتواصل الأجيال يعني أنا مش بنجرح في حد ولا بتاهم حد بحاجة ولا بتاهم الأستاذ محمد عبدالسلام لو طبعا هو لو كل الاحترام والتخدير لكن أنا بحاول نقول أن نتواصل الأجيال ناخد فرصتنا ونقدم أفكار جديدة ونقدم شكل جديد ونساعد الدولة بس نبقى عن السؤال يعني وبالتالي أنا طعنت على القرار الصادر من الهيئة بقبول أوراق ترشيحه وده في المواعيد القانونية يبقى إحنا محصريين في المواعيد القانونية لخمستاشر يوم من تاريخ من تاريخ صدور القرار لأن ده قرار خاص بالانتخابات إذن لما بنيجي نتكلم على القرار بنتكلم في الحدود الخمستاشر يوم أنا طعنت وهو ما طعنتش علي وبالتالي خلاص أنا تحصنت قراري اتحصن بفواتر الخمستاشر يوم وفت ستين يوم كمان لو حد اختلف الطعن خد كن فيه شقة عاجل بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الهيئة والموضوعي الغاء القرار ذاته يعني مقاش فيه قرار المحكمة خدت أعرب الأسباب ورحت نطلعها حكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بقبول أوراق السيد والستاذ محمد عبد السلام يعني أصبحت أنت المرشح حصل دلوقتي إن فيه دعوة في الإدارية العليا طعن وده يبقى يكلن إن شاء الله يعني فيه مفاجأة كتيرة جدا قانونية وقضائية في الجلسات اللي جاية ما فيش حاجة يعني استطاع في دائرة على الرغم أن السيد محمد عبد السلام طعن على القرار 96 لأن عدم انتبقوا على الهيئة ضد الهيئة ضد الهيئة أمام القضاء الإداري بإلغاء القرار 96 لسنة 2014 الخاص وأنا بوضح قوي بالشروط والمعايير الخاصة بترشح معنى ذلك إيه؟ أنه اعترف أمام المحكمة وقرر لأنه لازم يكونوا مصطحة إنه غير مطابق للشروط غير مطابق للشروط بس خلينا أرتب ساعدك سألتني وأنا هرد عليك على طول وهقفلها بسرعة في عجالة يعني إذن السابت قانونا وده طبعا في الهيئة فيه اتنين نواب مجلس دولة منهم المستشار مستشار أحد المستشارين اللي كانوا في الدائرة يقدر يرجع له يعني نفس الدائرة اللي هي فيها فحص الطعون دائرة فحص الطعون نظرت الشق العاجل وقالت وقف تنفيذ الحكم وبعد كده المحكمة فحص الطعون حالت لمحكمة الموضوع برئاسة رئيس مجلس الدولة اللي هي الجلسة بتاعتين بارح كنت عملت أنا قبلها التماس التماس إعادة النظر في الحكم دائرة فحص الطعون عشان نرد عليك في التنازل وفي الجانب الآخر أمام منظور أمام حكمة القضاء الإداري الدعوة الخاصة اللي توقفت عشان الالتماس اللي كان مقدمه الأستاذ محمد عبد السلام بإعادة النظر في الحكم اللي هو باستبعاده من الانتخابات الالتماس ده لشروط أنا قلت المفروض إنها يصدر الحكم بفوزة بتحقيق لا أنا أقولش المفروض كان يا إيه يعني الدعوة موضوعة موضوعة سؤالي كان واضحة دكتور موضوعة التماسين أنت ليه اللي تنزلت عن الالتماس أنا بوضح لسعاتك آه الالتماسين ما الالتماسين الالتماس ليه شروط في الالتماس اللي عمله ضد الحكم بتاعي غير متوفر الشروط لذلك جاء المحامل أستاذ محمد عبد السلام وطرك الخصومة ليه لأنه هيخد هيتغرم وهيبقى علي مصروفات قضائية فهو بزكاء تركوا الخصومة يعني مش عشان حاجة ولا بالنفس نفس الحال أنا عامل الالتماس بإعادة النظر وفي نفس الوقت المحكمة كانت قالت قالت الحكم آخر الجلسة إذن الالتماس مالوش لازمة فالطبيقة هيترفض فقبل ما يترفض وأخد غرامة وأخد الزنب المصروفات تبقى مبلغ قد كده لا أنا أترك الخصومة فيه لكن المهم أنا ما زال عندي حكمين حكم أقر فيه المنافس وأنا أحطه قدام رئيس هيئة الهيئة العامة للرقابة المالية إنه أقر من غير مستوى في الشروط وطاعا على الهيئة ورفضت الدعوة وبالتالي السابت قضاءا وما حدش جيئة منته خالص أن السادس محمد عبدالسلام غير مستوى في الشروط بإقرار منه وبعلم السيد رئيس مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة مستشار رئيس الهيئة اللي هم منهم واحد كما معاه في تشكيل الدائرة بتاعتي يعني فيهم واحد في تشكيل الدائرة يعني كان المفروض لو يعني يعني طيب دكتور عشرف احنا بس عشان ده الوضع ده الوضع القضائي طيب أنت النهاردة باقي أقل من أسبوع تقريبا يعني أيام قليلة جدا ويبقى فيه انتخابات يعني تمام ماذا فعلت أنت كمرشح لمنصب مصر المقصة لاستعدادا اليوم لانتخابات يعني إزاي بعد إصدار الحكم ده وبعد دخول الأستاذ محمد عبد السلام منافس لك أنت عملت إيه أو إيه استعداداتك اليوم لانتخابات شوف الأعضاء الإداء المركزي أو أعضاء أو المساهمين في شركة مصر المقصة زي ما قلت ساعدتك وزي ما حساعدتك قلت أن شركة مصر المقصة شركة طبيعة خاصة جدا الشركة أعضاءها المساهمينها هما أعضاء الإداء هما المتعاملين المتعاملين هما شركات الصمصرة وأمناء الحفظ شركات الصمصرة وأمناء الحفظ بيكون في تسويات بينهم خاصة أمناء الحفظ اللي عندهم عملاء أجانب فالتسوية دي السيفة على رائبته وبالتالي الموجود على الكرسي أو الموجود سابقا بيبقى شوية بيبقى لي ميزة يعني أفضل شوية بيكون في وضع أفضل نسبيا لكن أنا الموضوع معروف وكل السوق عارف أنت عايز تقول أن الشركات دي موضوع الشركات هتجامل في الانتخابات الطرف الآخر لا ما بيجاملش لا ما بيجاملش في حاجات أكبر من المجاملة حاجات أكبر من المجاملة لا ما بيجاملش شوف أنت ما تعانيش في الغلط لا خالص هم أصحاب القرار هم من يملك القرار هم من يملك هو منها أختاخب مين أو من تخيبش مين لكن لما يكون في ظروف طبيعية بيكون تقدر تقول إيه تفضل دكتور لما يكون في ظروف طبيعية بيبقى تقدر تقول عملت إيه لكن في تواصل مع مع العضاء ولسه إحنا لسه ما قلناش في انتخابات ولا لأ حتى هذه اللحظة ما قلناش في انتخابات أو لأ مش عارفين بكرة في إيه بكرة أو بعد أو بعد وفي إيه يعني ربما ما يبقاش في انتخابات وربما ما يبقى فيه فلسه في مرحلة فطت الريبة زي ما بيقوله يعني أنا فطت الريبة بتاع الانتخابات فيه انتخابات ولا ما فيش انتخابات آآ يمكن تبقى فيه مفجأة ولا حاجة احتمال طيب لكن أنا بعرض الأمر قدام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النهاردة فيه جلسة متحددة 13 عشرة النهاردة فيه حكم سابت آآ من القضاء الإداري فضل لم يطعن عليه لم يطعن عليه نهائي حتى بإدارة الإدارية العليا بيقول أنه أن الأستاذ محمد عبد السلام غير مستوفى الشروط بإقرار صريح منه ورفطت الدعوة وكان الخصب الهيئة العامة للرقابة المالية ولديها الحكم